أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الخدمي والعمراني الذي يحدث في مصر وما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتية وإنشاء وتنفيذ المدن خاصة العاصمة الإدارية الجديدة أكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على وجود الشركات المصرية في العراق بسبب إمكانيات تلك الشركات بالتأكيد الحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهورية مصر ما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتية وإنشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينة الإدارية الجديدة هذا دليل واضح دليل عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات وبالتالي فإنها الأولى أن تكون مع شقيقاتها في جانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة ترجمة نانسي قنقر